دعا المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات دعا المصريين في الخارج إلى المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن المصريين بالخارج جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية مؤكدا حقهم في تحديد مصيره بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم بني وطني في الخارج أتحدث إليكم اليوم في لحظات فارقة من عمر وطننا الغالي ونحن على أعتاب الاستحقاق الانتخاب الأهم وهو اختيار من يقود البلاد في السنوات الست القادمة حيث يبدأ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل وللمصريين في الخارج أقول أنتم جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية وتنشغلون دوما بقضاياه ولكم حق لا ريب فيه في تحديد مصيره فأقبلوا على المشاركة الجدة والفاعلة في الانتخابات حتى ترتفع أعلام مصر في كل بقاع الدنيا ويسمع العالم أجمع هتافكم في حب الوطن لقد وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كلت سبل وزللت كافة العقبات للتعبير عن رأيكم في أجواء من الشفافية والنزاهة وتتعهد الهيئة بأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات شاركوا وأدوا واجبكم الوطني وحققوا من دستوري وضربوا المسل لمن حولكم في معنى الانتماء للوطن عاشت مصرنا الغالية وعاش أبناؤها المخلصون داخل مصر وخارجها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة